أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيم والذين آمنوا معك من قديتنا أو لتعودن في منذنا قالا ولو كنا كارهين وان ابترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين فقال الملأ الذين كبروا من قومه لين اتبعتم شعيما إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دالهم جاثمين الذين كذبوا شعيما كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم قال يا قوم لقد أبلغتهم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى عنا قوم كافرين وما أرسلنا في قنية من النبي إلا أخذنا أهلها بالمأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قدم السابان الضراء والسراء فأخذناهم مغتدا وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفا من أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفا من أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدر الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بظلوبهم ونطمع على قلوبهم فهم لا يسمعون وأن تلك القرى نخص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطمع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهدهم وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فور كيف كان عاقبة المبسدين فقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببيند من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاره فإذا هي صعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم برعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أردكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة برعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال دعوا إنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصارك فإذا هي تلقف ما يأفقون فبقع الحق وبطن ما كانوا يعملون فاغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لو خطعن أيديكم أرجلكم من خلاف ثم لأخلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذروا موسى وقومه ليبسلوا في الأرض ويذرك وآله ذك قال سنقدل أبناءهم من أسلحي نساءهم إنا فرغهم طاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يودثها من يشاء من عباده والعاقب للمتقين قالوا دودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جهدنا قال عسى ربكم أن يخلك عدوكم ويستخرفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونغس من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تسبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ونكن أكثرهم لا يعلمون فغالوا مهما تأتينا به من آيات لتسحرنا بها فما نهل لك بؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع ودم آياتهم مفصلات فاستكبوا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا بوسى ادع لنا ربك بما عهد عهادة فإن كشفت عن الرجز لنؤمنن لك ولنوصلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى عجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا بالهم فغرقناهم في اليمن بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين قولتنا القوم الذين كانوا يستضعكون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعنشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعقبون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تلهنون إن هؤلاء مدبر ما هم فيه وباطد ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إله وهو فضلكم على العالمين وإذ آجيناكم من آل فرعون يسومون سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحنون لنساءكم وفي ذلكم بداء من ربكم عظيم وبعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتلمناها بعشرين فتم ميقات ربه أربعين ليلا وقال موسى لأخيه هارون اخلقني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المبزنين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلّمه ربه قال رب ألني أنظر إليك قال لا تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دقا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعوة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سغليكم دار الفاسقين سأصلف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل القشن لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم حجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له قوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم رأوا أنهم قد ولوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويرفلنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه ربان أسفا قال بكس ما خلفتموني من بعده أعدلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجبه إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمج في الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال ربي اغفر لي وليأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفتنين والذين عملوا السيئات ثم تاموا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغبور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجل لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السبهاء منا إن هي إلا فتنة تغل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافلين فاكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وبالآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتنقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم الأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزره ونصره واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المكلحان قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميه فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكرماته وانتبعوه لعلا ابن تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون أقطعناهم اثنتين عشرة أسباق قمما فأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاق الحجر فانبجست منه اثنتين عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كنوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القنية وقلوا منها حيث شئل مخونوا حطا وادخلوا الباب سجدا نقل لكم خطيئاتكم سنزيد المهنين فبدل الذين ولولونهم قولا غير الذي قيل لهم فارثلنا عليهم جزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن الغنية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعدون أو من الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم لعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ولموا بعذاب بعيز بما كانوا يفسقون فلما عتوا عماله عنه قلنا لهم كونوا قوضة خاسئين وإذ أذن ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسديع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والصيئات لعلهم يرجعون فقلف من بعدهم خلق ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يقض عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخات غير للذين يتقونا فلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجوى المسلحين وإن تقن الجبل فوقهم كأنه ضلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ما شهدهم على أنخذهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يربعون فاتلوا عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغابين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلنا إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مصل القوم الذين كذبوا بآياتنا بخصص القصد لعلهم يتفكرون ساء مثلا للقوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يغلل فأولئك هم الخاسرون ولقد درأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يغصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحزنى فدعوه بها وذل الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يحبدون وبمن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستزرجهم من حيث لا يعلمون قوم لي لهم إن كيلي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينضوا في ملكون السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وعن أسى أن يكون قد اغترب أجله بأي حديث بعده يؤمنون من يضل لله كلا هادي له ويذرهم بطغيان معمهون يسألونك عن ساعة أيان موساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لمقدها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغده يسألونك كأنك حبي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضر إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لست أكثره من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقهم من نفس واحدة وجعل منها سوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصر ولا أنقسهم ينصرون فإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامدون إن الذين تدعون من دون الله عباد تمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يمطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيلون فلا تناظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب هو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نطرهم لأنقسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا ينصرون قد العفى وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهدين وإما ينزغنك من الشيطان نزغن فاستعذ بالله إنه سميع عديم إن الذين ادقوا إذا بسهم طائق من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآيات قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربك مهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاسمعوا له وأنصتوا لعل ابن ترحمون واذكر ربك في نفسك تورعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدوب والآصال ولا تكن من الغافنين إما الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال الله الرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم أطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورسق كريم فما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم تودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ما يريد الله ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستويثون ربكم فاستجاب لكم أني يمدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشعى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويطلب عنكم رجز الشيطان وليغبط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاظربوا فوق الأعناق واظربوا منهم كل بناء ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلك فذوقوا أن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيسا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم لكن الله قتلهم ما رميت إذ رميت ولكن الله رماه وليبلي المؤمنين منه بداء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم أن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد شاءكم الفتح وإن تاتهوا فهو خير لكم إن تعودوا نعد ولا تغني عن أنفئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيع الله رسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقنون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحون بين المرء وقلبه وأنه إليه تحيرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين غنبوا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم أولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليصبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكنين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لكم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكونوا عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحجرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضهم على بعضنا فيقومه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يضعوا لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن ينتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير